اشتركوا في القناة في هذا الدرس سوف نتعلم كيفية عمل رأس وتزييل في برنامج الاكسل او لورقات العمل في برنامج الاكسل او للملف الذي نقوم بالعمل عليه داخل برنامج الاكسل لعمل لعمل رأس وتزيل من قائمة ادراج الرأس والتزيل نقوم بادراج الرأس والتزيل بهذه الطريقة من قائمة ادراج نضغط على الرأس والتزيل ثم نلاحظ هنا ظهور اعدادات الصفحة اعدادات الصفحة وقام بالدخول على رأس وتزيل الصفحة نلاحظ هنا علامتين او زرارين زرار يحتوي على رأس مخصص وتزيل مخصص لعمل رأس للصفحة نضغط على رأس مخصص رأس مخصص الرأس هنا بينقسم الى سلاسة مقاطع مقطع ايمن ومقطع اوسط ومقطع ايصر في حالة كتابة مثلا او الرغبة في كتابة المقطع الايمن المعهد السعودي المتخصص والمقطع الاوسط برنامج الاكسل والمقطع الايصر سوف نقوم بادراج تاريخ اليوم ادراج التاريخ علامة and وي بنفتح قوسين وي ما بينهم date الدالة date ما بين اقواس او ما بين قوسين يبقى and date لادراج التاريخ في المقطع الايصر ثم موافق ثم موافق بهذه الطريقة قمنا بادراج رأس للصفحة لازهار الرأس عند الطباعة من ملفة طباعة نلاحظ هنا ظهور رأس للصفحة المعهد السعودي المتخصص برنامج الاكسل وتاريخ اليوم 17.2 بهذه الطريقة كما يمكننا ايضا الدخول على تخطيط الصفحة ونلاحظ هنا يمكننا ادراج رأس وتزيل الصفحة بطريقة سهلة وميسرة بهذه الطريقة هذا المقطع الايمن والمقطع الايصر والمقطع في الوسط كما يمكننا ايضا ادراج تزيل بهذه الطريقة اذا برنامج الاكسل يمكننا عمل رأس وتزيل لورقات العمل كما في برنامج الورد بطريقة سهلة وميسرة من ادراج من ادراج نضغط على من ادراج نقوم بالضغط على الرأس والتزيل ثم سوف تظهر او سوف ندخل على تخطيط الصفحة بهذه الطريقة يمكننا عمل رأس وتزيل للصفحة طيب في حالة الرغبة في ادراج عمل او عمل تزيل التزيل انا عايز هنا تزيل صفحة واحد لاحظ هنا تزيل الصفحة التزيل ايضا ينقسم الى مقطع ايمن ومقطع اوسط ومقطع ناحية اليسار يمكننا الكتابة هنا والكتابة في المقطع الايصر والمقطع الاوسط كما ادراجنا في رأس ورقة العمل اذا في برنامج الاكسل يمكننا ادراج رأس وتزيل من قائمة ادراج او من تخطيط الصفحة ممكن نضغط على اعداد الصفحة مرة واحدة ثم رأس تزيل الصفحة وعندي هنا الظرار الخاص برأس مخصص والذرار الخاص بتزيل مخصص يمكننا عمل هنا تزيل ويمكننا عمل من هنا رأس للصفحة لرؤية الرأس والتزيل اما بطريقتين الطريقة الاولى وهي عند الطباعة من قائمة ملف طباعة او الطريقة الثانية الدخول على طريقة تخطيط الصفحة طريقة عرض تخطيط الصفحة يمكننا رؤية التزيل ورأس الصفحة بهذه الطريقة اذا تعلمنا في هذا الدرس كيفية ادراج رأس وتزيل الصفحة نراكم فيه الدروس القادمة من سلسلة شروحات برنامج الاكسل والمقدمة من المعهد السعودي المتخصص العالي لتدريبها اللغات